السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام نحييكم من فضائية الخرطوم إلى المشهد الإخباري في مستهله عناوين الأخبار رئيس جمهورية جنوب السودان يجدد حرص بلاده على دعم العملية السلمية والاتفاق السياسي الإطاري في السودان الاجتماع المشترك بين ولاية الخرطوم ووزارة الصحة الاتحادية يبحث عددا من الموضوعات المشتركة بين الجانبين تواصل اجتماعات لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري جدد رئيس جمهورية جنوب السودان سالفاكير مايردت حرص بلاده على دعم العملية السياسية السلمية والاتفاق السياسي الإطاري في السودان وأكد خلال لقائه بالعاصمة جوبا عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس يحيى بحضور تود قلواك مستشار الشؤون الأمنية لرئيس جمهورية جنوب السودان وزير الشؤون الرئاسة بن يمين برنابة وزير الاستثمار الدكتور ديو ماطوك والناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية الأستاذ أسامة سعيد أكد دعم بلاده للسودان تحقيقا للسلام الشامل وتعزيزا للاستقرار والتنمية وأوضح الأستاذ أسامة سعيد في تصريح صحفي أن اللقاء بحث مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا المتصلة باتفاقية السلام والاتفاق السياسي الإطاري مشيرا إلى أن قضايا التقويم وتقييم اتفاق السلام ستتم عبر الآليات المنصوص عليها في الاتفاقية تقرير عن الوضع السياسي عن رهنة ومجرايات العملية السياسية وكذلك تم تناول اللقاء قضايا متعلقة باتفاقية السلام وتم التأمين على أن العملية السياسية الجارية الآن في السودان ستتناول قضايا تنفيذ الاتفاق وقضايا التقويم والتقويم سوف تتم عبر آليات الاتفاق نفسها ودولة جنوب السودان هي دولة ضامنة والراعية لهذا الاتفاق وتم تنديد بحرص الحامة الرئيس على تنفيذ الاتفاق سلام الجبة وتنزيل على الأرض الواقع وكذلك الجهود المرزولة الآن مع الوساطة في دولة جنوب السودان حتى نشكل سويا يعني قاعدة لإطلاق عملية تنفيذ الاتفاق في السودان ودولة جنوب السودان يعني تجدد يعني التزامة بدعم الاستقرار وتحقيق السلام والأمن في السودان وهي يعني فقامة الرئيس قال أنه دولة جنوب السودان جاهزة لخدمة السودان حتى يتحقق الأمن والاستقرار في السودان أكد عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس يحيا ضرورة ترقية وتطوير العلاقات الثنائية مع جنوب السودان بما يخدم مصالح وتطلعات شعبين البلدين الشقيقين وأثناء خلال لقائه اليوم مستشار الشؤون الأمنية لرئيس جمهورية جنوب السودان تود قلواك بحضور وزير الاستثمار الدكتور ديو ماطوك والأستاذ سامة سعيد الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية أثناء على الجهود المقدرة التي تبذلها دولة جنوب السودان لتحقيق السلام والاستقرار في السودان وأكد الدكتور الهادي إدريس حرص الجبهة التامة على تنفيذ اتفاق جبا لسلام السودان واستكمال تنفيذ ملف ترتيبات الأمنية ترسيخا لدعائم الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي في المنطقة لذلك أطلع السيد تود قلواك عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية على سيل تنفيذ الاتفاق المنشط لجنوب السودان باعتبار أن السودان ضامنا للاتفاق بحث اجتماع مشترك بين ولاية الخرطومة ووزارة الصحة الاتحادية ضم واري الخرطومة الأستاذ أحمد عثمان حمزة ووزير الصحة الاتحادية الدكتور هيثم محمد إبراهيم بحضور مدير عام وزارة الصحة الدكتور محمود القائم ومدير الإمدادات الطبية وعدد من الجهات المختصة بحث التنسيق بين الولايات ووزارة الصحة فيما يلي أعمال المجلس الاستشاري للأيلولة المتعلقة بالمستشفيات المرجعية والمراكز القومية المرجعية وتشمل مستشفى القلب والعيون ومستشفى الأورام والمركز القومية لأمراض الجهاز الهضمي ومستشفى الكلة أكد الاجتماع أهمية التنسيق بين المستويين الاتحادي والولاي لإدارة المستشفيات والمراكز المرجعية بما يخدم المواطنة ويعمل على تحسين الخدمات وتطويرها ويبقى الالتزام وزارة المالية الاتحادية بدعم هذه المراكز كما أمن الاجتماع على التنسيق بين الإمدادات الطبية والدواء الدائري بولاية الخرطوم لتوفير الأدوية المنقذة للحياة بصيدليات مستشفيات الولاية عقد والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة اجتماعاً مع مدير عام وزارة التخطيط العمراني مهندس حسن عيسى ومسجل اتحادات ملاك الشقق والطبقات ومدير عام هيئة الصرف الصحي وممثل إدارة المباني بالوزارة رئيس اتحاد ملاك وأصحاب الشقق تناول الاجتماع بالبحث تفشي ظاهرة مخالفات المباني متعددة الطوابق وكذلك مخالفات المحلات الخدمية المطلة على الشوارع الرئيسية وأصدر الاجتماع عدداً من التوجهات الصارمة على رأسها تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعملية البناء تبدأ من الحصول على تصريح المباني ومتابعة المبنى في كل مراحله للتأكد من تطبيق الاشتراطات التعميرية المصدق عليها وذلك من خلال حملات تفتيشية لكل أحياء الولاية بينما أقر الاجتماع ضرورة متابعة المبنى بعد التشغيل حتى لا تقع مخالفات في مرحلة لاحقة بتعديل المبنى بإضافة طوابق غير مصدق بها اعتمدت حكومة ولاية الخرطوم للجمعيات التعاونية كمنفذ رئيسي لتوزيع سلع تخفيف عباي المعيشة من المنتج مباشرة للمستهلك دون وسطاء وجه وال الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة خلال الزيارة التي قام بها لمقر الإدارة العامة للتعاون بحضور مدير عام وزارة الصناعة والتجارة وجه الإدارة العامة للتعاون بإجراء حصر شامل للجمعيات التعاونية العاملة منها والمتوقفة وتصنيفها حسب النشاط وربع تقرير بها خلال أسبوع واحد تمهيدا لدعوة جميع الجمعيات لملتقى جامع لمناقشة أوضاعها والمشكلات التي تواجهها والاتفاق على خارطة طريق لأحياء الجمعيات التعاونية للقيام بدورها الأساسي في توفير السلع للمواطن كشفت جولة والي الخرطوم المكلفة الأستاذ أحمد عثمان حمزة بشارع محمد نجيب وشارع النيل بالقرب من معرض الخرطوم الدولي عن العديد من المخالفات وأجرى والي الخرطوم حوارا مع المواطنين عن المخالفات والمطالبة بتطبيق اللوائح والقوانين ووجه الوالي السلطات محلية الخرطوم بمراجعة المطاعم والمحلات التجارية المخالفة والتأكد من حصولها على تصديق السلطات في السياق وقف والي الخرطوم على إضاءة الشوارع بمحلية الخرطوم في زيارة واسعة برفقة المدير التنفيذي للمحلية خاصة الشوارع المحيطة بمنطقة معرض الخرطوم الدولي ووقف على الجهود المفذولة لتأهيل الشوارع والإنارة للاستقبال الشركات الأجنبية المشاركة في الدورة 40 بمعرض الخرطوم الدولي وصلت الاجتماعات لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية لإكمال النقاش حول القضاء الأربع المتبقية في المرحلة النهائية للعملية السياسية وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية مهندس خالد عمر يوسف في تصريح له إن الاجتماع استمع إلى تصورات الأنشطة الخاصة بالسلام وشرق السودان حيث تمت إجازة الخطة العامة بأن تتولى الآلية الثلاثية الدعوة وتسير أعمال الفعاليتين بما فيها ضمان أوسع لمشاركة ممكنة لأصحاب المصلحة ومن قوى ثورة الديسمبر المجيدة على أن تبدأ اليوم الخطوات التحضرية لبداية عقادها قبل نهاية شهر يناير الجاري وأضاف خالد أن الاجتماع شدد على أن هدف الفعاليتين هو تعزيز عملية تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان بإزالة العوائق السياسية والعملية التي تقف أمامه ووضع الأسس الصحيحة لمعالجة قضايا شرق السودان بما يحقق استقرار الإقليم وشمول الحل وإنصاف مواطنيين وإزالة كافة أشكال التهميش عنه تم اليوم بالقصر الرئاسي بأنقرة التوقيع على مذكرة التفاهم بين السودان وتركيا وقع عن الجانب التركي السيد فؤاد أوكتاي نائب رئيس الجمهورية فيما وقع عن الجانب السوداني السيد عثمان حسين وزير شؤون مجلس الوزراء تنص الاتفاقية على التعاون المشترك في مجالات تطوير الانتاج الزراعي والحيواني والصناعات التحويلية وترفيع مستوى التبادل التجاري والتعاون في مجالات النفط والمعادن بين البلدين بما يحقق نصالح المشتركة بينهما وشمل الاتفاق قيام الجانب التركي بإعداد وتنفيذ دراسة فنية متكاملة للبنيات التحطية للري بمشروع الهواد ذلك من مصادر الري الثلاثة النيل المياه الجوفية حصاد مياه الأودية وستتم الدراسة بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية السودانية والجهات الأخرى ذات الصلة أيضا تم الاتفاق على إنشاء مزرعة تجربية نموذجية بمشروع الهواد في مجالات تطوير انتاج التقاوى وتحسين البذور وتطوير الانتاج الحيواني والمراعي الطبيعية أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن توقف جزئي لمحطة مياه الصالحة بأم درمان غدا السبت ذلك بغرض صيانة الخط الناقل للمياه لقرى الريف الجنوبي قال المدير العام للهيئة مهندس مستشار محمد علي العجب في تعميم صحفي اليوم الجمعة إن المناطق التي ستتأثر هي قرى الريف الجنوبي منويا إلى أن عملية الصيانة تبدأ صباح السبت وتستقرق ستة ساعات مناشدا مستهلك المياه في القرى المؤثرة بعمل التحوطات اللازمة وتوقع يعود الإمداد المائي مساء سبت معاربا عن المواطنين في المناطق المتأثرة يحدث لهم من مضايقات عقد صندوق تنمية الزراعة والثروة الحيوانية والريب بولاية الخرط اجتماعا بقر صندوق برعاسة الدكتور محمد زين مدير عام الصندوق وبحضور مدير المشاريع الزراعية بالولاية في الريف الجنوبي وغراض الصندوق التي أنشئ بيه وفق القانون وفي إطار تنفيذ الخطط والبرامن وامن الاجتماع على ضرورة القصوى من الامكانات المتوفرة لدى الصندوق في مجال التحضير الجيد والتقاوى والأسمدة تحت إدارة وإشراف مديري المشاريع الزراعية ونشر ثقافة التقانات الحديث لزيادة الانتاجية وتقليل التكلفة لجانب المنتجين بالمشاريع الزراعية مع إدارة البيع المخفض بالصندوق وفقا لسياسة حكومة الخرطوم الرامية لتوفير المنتجات الزراعية والحيوانية للمواطنين خاطب الأمين العام لحكومة ولاية الشمال كردفان الاجتماع الأول لمديري الأفرع بالمحليات والوحدات والإدارات لجهاز التنمية وتحصيل الإرادات بالولاية الذي يقيم بقاعة نادي الشرطة بالولاية لأستاذ حسن موسى عيسى الأمين العام لحكومة الولاية أشهد بالتميز الكبير للجهاز في مجال إدارة المال العام إيرادا وصرفا مقدما التهنئة لجهاز التنمية وتحصيل الإرادات بالولاية والذي تصدر الأجهزة الإيرادية بالسودان محذرا أو محرزا للمركز الأول على مستوى ولايات السودان وأشار إلى أن نجاح الجهاز بالولاية جاء نتيجة لمجهودات جبارة قامت بها حكومة الولاية ووزارة المالية ممثلة في جهاز تنمية وتحصيل الإرادات بوزارة المالية بالولاية الأستاذ عبدالله عبد الرحمن مدير عام وزارة المالية أعرب عن شكري وعرفانه لكل العاملين بالجهاز مشيدا بالمجهودات الكبيرة للمتحصلين بالمحليات ومديري الأفرع والوحدات الإرادية الجميع يساهم والجميع يشارك والجميع يقول له دور واضح في هذه الأداء وقدر التحدي وهم رهاننا الحقيقة صراحة وهم في مقدارات عائلة جدا حتى في هذه الخطة نحن نستشرف أن نرفع قدرات أخواننا العاملين في الجهاز وممكن في السنة فرصة أقول الجهاز لم يتم تقييمه من تأسيسه 2018 حتى هذا العام الثلاثة وشرين نحن في هذه الخطة وضعين مساحة يعني للكل لشركاء فيها أخواننا في مؤسسة التعليمية الجامعات الجهاز الإختصاص أخواننا في الإعلام كل الأخوة هم شركاء في التقييم في ختام الأخبار مشاهدنا الكرام نذكر بالعناوين رئيس جمهورية جنوب السودان يجد حرص بلاده على دعم العملية السلمية والاتفاق السياسي الإطاري في السودان الاجتماع المشترك بين ولاية الخرطوم وزارة الصحة الاتحادية يبحث عددا من الموضوعات المشتركة بين الجانبين تواصل اجتماعات لجنة التنسيق المشترك بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري نأتي بهذا مشاهدنا الكرام إلى نهاية الأخبار قدمناها من فضائية الخرطوم تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة